وأهلا بكل مشاهدينا إذن أمطار متفرقة ستخص المناطق الداخلية خلال يوم الغد وأمطار رعدية على ولاية دوف إن شاء الله خلال ظهرة يوم الغد الأربعاء بإذن الله مع تسجيل دائما درجة حرارة مرتفعة على الولايات الغربية توقعت أكثر إذن نبدوها بخريطة توزيع الأمطار المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة وتشير النماذج الرقبية للرصد الجوي أن الأمطار إن شاء الله ستبقى تخص أغلب المناطق الداخلية على فترات متقطعة خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك على السواحل الشرقية بكمية ضعيفة لن تتعدى العشرة ملمتر محليا ولكن الولايات الجنوبية إن شاء الله تحديدا ببشار بن عباس غردايا زلفان المنيعة الوادي ورقلة المغير وتوغورت إذن ستشهد إن شاء الله بداية من يوم الجمعة قدوم إستراب جوي محمل بتساقط أمطار رعدية محليا ستكون معتبرة تتعدى 40 مليمتر محليا إن شاء الله ستكون بداية من يوم الجمعة وتستمر إلى غاية يوم الأحد إن شاء الله أكيد هذا حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي وأكيد أكثر توقعات ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة فيما يخص مشاهدنا توقع درجات الحرارة الدنيا والقصوى فالدنيا تبقى دائما منخفضة خلال الفترة الليلية والصباحية تقارب درجة واحدة تحت السفر كأدنى مقياس بقساطين سطيف أمن بواقي وبرج بوري ريج سفر درجة رح نصلها بتبسة خنشلة وكذلك إن شاء الله باتنا إذن خاصة بما أنه بعض القمم الشرقية شهدت خلال الساعات الماضية تساقط لبعض الثلوج فالأجواء باردة وكان فيه اندفاع كتلة هوائية باردة خاصة أغلب المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية إذن بدرجات حرارة دنيا جد منخفضة خلال الفترة المسائية والصباحية أما القصوى فنوعا ما تبقى مرتفعة للولايات الغربية تحديدا بشلف غليزان سيدي بالعباس معسكر وولاية كلمسان تصل خلال يوم الغد إن شاء الله إلى حوالي 28 درجة السواحل الوطنية ستتراوح إن شاء الله بين حوالي 20 إلى 22 درجة بإذن الله كل من تزيوزو البويرة كذلك فيما يخوص الأغواط حتى على الجلفة والتيارة ستقارب خلال يوم الغد في حدود 20 درجة منخفضة دائما بالنعمة والبيض حوالي 18 درجة ونفس المقياس سنسلوف بمنطقة الأوراس الولايات الجنوبية كعلى مقياس ببرج باجي مختار وإنجزان في حدود 39 درجة 37 درجة بإنس صلاح وأدرار 27 درجة على إليزي جانات إناميناس فيما يخص مشاهدين ولاية تندوف ستقارب خلال يوم الغد في حدود 30 درجة أما بغردايا زلفانة المنيعة بشار الوادي ورقل المغير وتوكورد ستتراوح على العموم بين حوالي 20 إلى 28 درجة مع تطاير زوابع رملية فيما يخص الولايات الجنوبية وللإشارة الرياح ستكون قوية خلال يوم الغد على السواحل الغربية والهضاب العليا الغربية الرياح قد تصل إلى 50 كم في الساعة بالتالي البحر يبقى دائما جد مصدرب على السواحل الغربية وأحيانا هائج صورة الرياح تتراوح بين 50 إلى 60 كم في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية يبقى البحر هادئ إلى قليل الاستراب إن شاء الله علو الأمواج سيقارب الأربعة أمتار على السواحل الغربية بين المتر إلى المترين على السواحل الوسطى والشرقية بإذن الله إذن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعات الوضايا الجنوبية المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة عليك زهور شكرا لك هنا على هذه الورقة